مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم الثامن والثمانين واستخدام أعد أسلحة العصر تدميراً وصحقاً في القطاع المحاصر لا زالت المقاومة الفلسطينية تبرز قدراتها في التصدي والالتفاف على جنود الاحتلال بأذاء يوصف بالنوع ما أفرجت عنه كتائب القسام وسرايا القدس من فيديوهات توتق توجيه ضربات مباشرة للجيش الإسرائيلي يرعو كثيرون دليلاً على حفاظ فصائل المقاومة على التحكم بمجرايات المعرك على الأرض بعكس ما يروجه الاحتلال من أنه حقق نصراً وقضى على قدرات المقاومة هكذا يقول ويدعي القسام بثت مشاهدة تظهر التحام مقاتلها مع آليات وجنود جيش الاحتلال في حي التفاح والدرج بمدينة غزة واستهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة تي بي جي مضادة للتحصينات كما نعلم وسط جبالي البلد شمالي قطاع غزة نشاهد نشاهد مستحيل هذا وفق háث شبالي فلقد وقلا أما وقأة وقاة وقاة والتحصي الله أكبر القصام قالت بأنها تمكنت في الأيام الأربعة الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا وقتل 16 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من الجنود قتلى وجرحى في التفاصيل فإن المهام العسكرية التي نفذها مقاتل القصام تنوعت بين السهداف قوات متوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والاشتباك معهم من مسافة صفر والسهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم حين يحاولون إنقاذ القوى الأولى كما جرى تفقيق منزلين ونفقين وحقل ألغام بآليات وجنود الاحتلال إضافة إلى عمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع وقصف مقار وغرف القيادة الميدانية بقذائف الهاون والصواريخ أما سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد فقد بثت تسجيلا يظهر تطورا ميدانيا في توثيق العمليات العسكرية وأيضا دقة في توجيه الدربات في عملياتها الأخيرة التي استهدفت موقعا للقيادة والسيطرة تابعا للجيش الإسرائيلي جنوب محور الزيتون موسيقى 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 الآن تجهيز اليوم 7 على ضيارة الواردان بسم الله الرحمن الرحيم سيكمنه ثلاث أشخاص رخيب في تجاه الحشود موسيقى 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 اشتركوا في القناة من بعد استهدافه برشقة صاروخية وعلى من قضايا في الهاون من قبل الوحدة المدفعية لصرايا القدس منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاولا واسعا مع المشاهد التي وثقتها فصائل المقاومة الفلسطينية نبي المحيضي قال مارك الالتحام في حي الدرج والتفاح تظهر تمكن مقاتل النخبة وسيطرتهم على الميدان وتدمير الدبابة الإسرائيلية بأرياحية ثم يضيف ما شاء الله قنص لا يخطئ كل يوم يزيد التطور النوعي بأداء المقاومة حمد قال دائما ما يشدني دقة التصويب كان الهدف قريبا أو بعيدا فإن الإصابة محققة بارك الله جهادكم وما رميت إدراميت ولكن الله رمى يضيف أما عبد العزيز فقد قال ما يتلج الصدر أن ما سمى أو وصفه حفلات شفاء شواء المركافة لا تتوقف وفقكم الله وسدد رميكم جهور